بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر 6 part 4 moment versus curvature load وده شيء مهم جدا ان احنا عايزين لكل section لو فيه moment عايزين نشوف الكيرفيرتشر ازاي بتغير على الممبر اللي عندي فاحنا بنقول لو انا عندي ممبر الممبر ده عليه load فبيحصل عندي كيرفيرتشر فالكيرفيرتشر دوت ازاي بيتغير فبنقول ان احنا عندي المحور دوت المحور الرأسي عندي المومنت هنا الكيرفيرتشر اللي هو 5 اللاحظ ايه هنا مع زيادة المومنت قيمة الكيرفيرتشر بتزيد الى البوينت ايه اللاحظ انا ان العلاقة هنا لينير او الزيادة هنا تعتبر لينير ليه لان اللي عندي ما حصلش فيه cracking طيب بعد نقطة ايه اللي هي بتمثل الكراكينج مومنت بالله لما المومنت بيزيد الكيرفيرتشر عندي بيزيد ولكن العلاقة دي بتبقى non linear اللي هو الجزء من ايه الى بي جاست ان انا وصلت عند مومنت معين عند النقطة بيه بيحصل الييلد بتاع الينفورسمنت علشان كده بنلاقي قيمة المومنت ده ثابت ولكن الكيرفيرتشر عندي بيزيد طيب بنحسب الاستيفنس ازاي بنقول الاستيفنس اللي هي الاي اي هي عبارة عن ام على فاي اللي هو السلوب بتاع المماس فلاقي هنا في الجزء دوت اللي سلوب هنا غير اللي سلوب هنا لانه كل ما الكراكينج بيزيد كل ما اللي سلوب عندي بيقل يبقى فيه هنا الكراكينج في القطاع لما بيزيد ده بيؤدي الى ان اللي ستيفنس عندي بتقل يبقى ده البيهيفير بتاع السيكشن اندر المومنت والكيرفيرتشر والمراحل الثلاثة اللي هي مرحلة اللينير نون لينير ومرحلة الييلد بتاع الرينفورسمنت طيب المنحنة ده ممكن نحطه بشكل تاني ايه هو نرسم علاقة الاستيفنس مع المومنت اللاحظ ايه ان اللي ستيفنس عندي سبتة لغاية لما المومنت اللي عندي يوصل ام كراكينج يبقى هنا اللي ستيفنس بتاعة الممبر سبتة طول ما انا لسه ما وصلتش للكراكينج مومنت طيب جزت ان انا وصلت للكراكينج مومنت ايه اللي بيحصل ان الممبر اللي عندي بيشرخ يبقى في الحالة ديات اللي ستيفنس بتاعة القطاع بتقل اللاحظ ايه اللي ستيفنس بتقل مع زيادة المومنت والسبب ان حصول كراكينج او حصول شروخ في القطاع طيب دي كاميرا الكاميرا ديات معرضة البيندينج فحصل عندي كراكينج في التنشن صايد السطح ده عليه تنشن والسطح ده عليه كومبريشن السيكشن هنا قبل ما يحصل كراكينج فبنقولي ان الكروس سيكشن كله شغال معنا يعني الاي بشتغل على اي جي طب لو حصل كراكينج يبقى فيه جزء من السيكشن مش شغال معنا ده اللي حصل فيه كراكس يبقى ده الجزء اللي موجود يبقى دي قيمة الاي لما حصل كراكينج طيب ديات البيهيفير بتاع السيكشن اندر بيندينج مومنت بنحتاج نعرف المدرس الفلسطيستي بتاع الخرصانة علشان حسابات الانيرشيا او الاستيفنس فاحنا عندنا المعادلة اللي هي الاي سي بتساوي دابليو سي اللي هي اليونت ويد بتاع الخرصانة قص واحد ونص في تلاتة وتلاتين جزر ايف سي بنقول في حالة النورمال ويد كونكريت اللي احنا دايما معظم الشغل بتاعنا بنقول الاي سي لما تعاوض بقيمة الدابليو حيساوي سبعة وخمسين الف جزر ايف سي ده اكوردنج تو ال اي سي آي كود تمانية خمسة واحد